اللعطة تعطي يوسف النصيري وكرسيا ونالو دي برضو عايزة اسمع رأيك فيها ان يوسف النصيري اللعطة دي ما بشوف هجر من كرسيا ونالو فجأة لقيته عمل جامب خرافي انا بشوفهش حتى بيعمل كده مع عشبلية اه هماز وضربات الرأس بس الجامب مش طبيعي الجامب فيه كل الحماس اللي في الدنيا انا وبيحاول يوصل للسماء طبقا لكل القياسات اللي اتعملت من اول مونديل حتى الان اعلى تيكوف اتعمل منذ بداية البطولة حتى هذه اللحظة صاحبه يوسف النصيري صاحبه صاحب هدف فوز المنتخب المغربي النهاردة تيكوف بالنسبة لي حتى الكروس هو بيتلعب خيالي الطبيعي انها قارب للحارس الطبيعي انها قارب لسنتر باك انما يطلع الرجل ويعمل الكروس ده 4 متر و 12 سنتي انا مش افتاش من لعيب عربي ولا افريق انه بيعمل تيكوف ده لا ويطلع 4 متر و 12 سنتي بص التيكوف بص الحارس ديوجو كوستا ايده فين ايده وصل عند كتف يوسف النصيري والراجل بيعمل التيكوف وطلع ولعب الكرة وبترى ينزل هو لعيب الكرة طلعت يا كريم هو بترى ينزل خلاص وهو بينزل الراجل لسه ايده عند كتفه التايمينج اللي خد يوسف النصيري التيكوف الجاهزية البدنية اللي تكلمنا عليها عند يوسف النصيري من يوم 14 نوفمبر قلنا الناس كانت بتتكلم طب عبرزق حمد الله طب فلان طب صد وقت اعلان قائمة المنتخب المغربي وراهلنا على يوسف النصيري ليس حبا في يوسف النصيري لكن الجيم اللي بيعمل وليد الراجل شكل المنتخب المغربي اللي بمحفظه وليد الراجل المنتخب المغربي طبعا محتاج حد الفيزيك بتاعه قدراته البدنية والتقنية اللي جوه الملعب ومعدلات السرعات طبعا يوسف النصيري يستحق ان يكون في المكانة دي يستحق النهاردة يتساوى كاكثر مشجل عربي في التاريخ في المونديال بثلاثة اهداف يستحق لقطة اللقطة اللي ببروزت النهاردة يستحق ان ياسين بونو يهديله جائزة المباراة النهاردة لان هو ياسين بونو شايف ان هو يوسف النصيري هو الاهل للمنتخب المغربي مش عشان سجل لصعوبة التسجيل في شباك المنتخب البرتغالي في المباراة صعبة جدا رغم ان ياسين بونو عمل مباراة كبيرة جدا وعلى اثرها خد رجل المباراة لكن ياسين بونو بعض المباراة اهدى الجائزة ليوسف النصيري وقال ان هو رجل المغرب اليوم في شكل جدا